السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا باسماري معكم استلصافة من قناة تيوب لو سمعنا الأول مراجي الفيديو لا تنسى تشتركوا في الجرس اليوم كتابة يوميات ليومين متتاليين مع مرعاة عناصر اليوميات مقدمة للعرض وخاتمة المقدمة نذكر فيها اليوم والتاريخ سنسرد اليومين وخاتمة نبدأ في اليومين في يومي الجمعة والسبت كانت يومين سعيدين للغاية استيقظت في الصباح الباكر وتناولت الإفطار مع عائلتي ثم خرجت من المنزل لممارسة رياضة الجري ولقد كان الجو باردا بعض الشيء لكنني كنت سعيدا بالجري في الهواء الطلق في الهواء الطلق كنت سعيدا بالجري في الهواء الطلق عفوا في الهواء الطلق ورقدت لمسافة خمسة كيلو مترات شعرت بالانتعاش بعد ذلك وبعد ذلك رجعت إلى المنزل لقراءة آيات من القرآن الكريم وجهزت نفسي لصلاة الجمعة وعصرا ذهبت إلى المكتبة العامة لقراءة كتاب فوجدت كتابة موثرة للاهتمام عن تاريخ مصر أو تاريخ مصر عفوا تاريخ سوريا عفوا معتزر تاريخ سوريا أو نقول تاريخ سوريا القديمة قضيت عدة ساعات في قراءتي ولقد تعلمت الكثير عن الحضارة السورية القديمة وقانت تجربة ممتعة وفي المساء ذهبت إلى السينما مع أصدقائي وشاهدنا فيلما أكشن ممتعا ولقد كان يوما ممتعا رائعا مليئا بالنشاطة وفي اليوم التالي اليوم الثاني اليوم السبت استيقظت مبكرا وتناولت الإفطار مع عائلتي ثم ساعدت أمي وإخوتي في تحضير الطعام والحلويات استعدادا الاحتفال بعيد ميلاد أختي في المساء وفي المساء اجتمعنا وفي المساء اجتمعنا مع العائلة والأصدقاء في المنزل وتناولنا العشاء معا وتبدلنا الهدايا وكان وقتا رائع مع أحبائنا خاتم هنا شعرت بالسعادة والرضا في نهاية اليوم كما شعرت بالامتنان لوجود عائلتي وأصدقائي في حياتي يراب يكون كتبت الموضوع بالطريقة المطلوبة بالنسبة لكم طلب مني هذا الموضوع من أحد متابع القناة يريد كتابة يوميات ليومين متتاليين يمكنكم أخذ طريقة وتتبنت كمان بطريقتكم يتأخذوا أفكار جمال عبارات تكتبوا بطريقتكم إذا لم يعجبكم الفيديو إذا رأيتم مذاكرات كتابة مذاكرات يومية موجودة في القناة كتابة مذاكرات نزلت فيديوهات عنها هذا الموضوع لصف عشر منهج سوري لا تنسوا علمات ترقيم عند كتابة الموضوع ولا تنسوا باللايك الاشتراك وماند تعلق القناة دعم لأننا نستمر في ناشر مزيد إن شاء الله دمتم في العائة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة